أعدى تحالف الفتحة التشييع الجماهيري للقادة الشهداء الذين قضوا بالقصف الأمريكي رسالة إيسين كيرل للعدوان الأمريكي مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة بمراسيم التشييع ستشكل عامل ضغط لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية وقال النائب عن التحالف فاضل جابر إن استهداف الإدارة الأمريكية لقيادات ساهمت بمعارك تحرير العراق من داعش جريمة نكران هزت الضمير الإنساني وما خرج العراق في عموم محافظات العراق للمشاركة بالتشييع لجثمين الشهداء ما هو إلا رسالة للعالم أجمع من أمريكا دولة ومجرمة ومضيفا أن المشيعين سيطالبون أعضاء مجلس النواب باتخاذ قرار وطني يحفظ العراق وهيبته واستقلاله وكذلك بالتصويت على إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع أمريكا خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها رئاسة المجلس أن we كلنا نعرف مجلس النواب باتخاذ قارد أنت في حجني ان تحصلة أنحط satisfied على ـちょعة تاديها وكذلك تحصل المقطعة ، وأعضاء ويلية وا對